يعتبر ملف ضبط الحدود مع سوريا من أكبر التحديات التي تواجه القوات العراقية بسبب طول الشريط الحدودي البالغ 610 كم الذي تستمر قيادة العمليات المشتركة بتأمينه وبلغ مدى التأمين حتى الآن نحو 450 كم بشكل كامل تضمنت عملية التأمين أبراج مراقبة وأسلاك شائكة الأنبار عدتها حدود جدا كبيرة جدا واسعة بالدول المجاورة تأمين الحدود هذا شيء مهم جدا اليوم الحدود تأمنت بشكل جزء جدا كبير باقي من عدها أشياء بسيطة أو جزء جدا صغير مثل حد الآن وتأمن هذا يأثر علينا فإذا تأمنها الجزء اللي باقي أو اللي خنقول المساحة اللي بقتل لي ما تأمنت من قبل الحكومة ومقواتها الأمنية هذا سيأثر علينا سلبا بس إذا تأمنت وصارت الحدود مؤمنة بالكامل أكيد رح يأثر علينا إيجابيا وراح المحافظة تنتعش أنه وما يبقى أي وجود الإرهاب وأي تسلل الإرهابيين في داخل المحافظة لم يبقى للتنظيم الإرهابي سوى بعض المناطق المعقدة جغرافيا التي يتطلب الوصول إليها جهدا خاصة وعمليات نوعية أو إنزال جوين أو قصف أبرد طيران العمليات المشتركة تؤكد وجود تقدم كبيرا في هذا الجانب لملاحقة فلول داعش في عمق الصحراء وتعجيم تحركاتهم الأنبار ثلث العراق فشو مثل ما تقول أكو بعد بيها أماكن تصحر كثيرة فالريد من عدة قوات الأمنية أن تقوموا بواجبها أن تقضع على هذه العصابات الموجودة هذه حاليا مثلا في وادي قذف، مثلا في صحراء الرطبة مثلا في مناطق الحسينيات هذه الأماكن البعيدة التي هي خارج المحافظة التي تربط الحدود بين الأردن وبين السعودية فهناك هم خاتلين هذه الزمر الأرهابية فالريد على القادة الأمنيين إن شاء الله وعلى دولة رئيس الوزراء أن يهتمل هذا الموضوع هذا الموضوع شيء مهم يعني يعني أن القادة الأمنيين أن يحسبون هل حساب هذا يطاردونهم أجهاز العسكري والأمني والاستخباري بلغ مرحلة متطورة ويعد الوضع الأمني بنحو آمن مستقر في المناطق المحررة مع وجود بعض الخلايا التي ينبغي لمواجهتها تفعيل الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات بالتعاون مع المواطنين لقناة الفلوجة دريس يحيى رس كلمات الفلوجة دريس